قلين بتاع النادي الاهلي النهاردة الحقيقة دايماً بنركز لكم كده على كذا لقطة مهمة يمكن كهرباء كابتر رمضان اتكلم مصطفات في قصة محمود كهرباء لكن بحاول اجيب لكم دايماً في حاجات اسمام ما بين السطور بتبقى مهمة الحاجة المهمة الاولانية اللي تشوفها هي أشرف داري كابتر رمضان قال نقطة مهمة جداً قال له ما تفكرش في الإصابة لانه الدكتور بيقول انه كويس فهو بدأ بعمده نوع من انواع القلق شوية فتناسى بقى هذا الامر طالما الجهاز الطبي بيقول ان انت كويس وان انت سليم يوسف ايمن طبعاً استعاد كل الثقة ربع ساعة في النادي الاهلي بتكفي للنجومية على فكرة يعني فاخد ثقة الناس بسرعة في الشوية اللي لعبهم في مباراة السوبر امام نادي الزمالك وهنا على فكرة جماعة مش هتلقوني بتكلم على اي نادي في مصر الا بكل الاحترام يعني انا مليش في قصص التحفيل والهبد والرزع وتعالى وانتو مش عارف ايه هنا انا مقدرش الموضوع ده بالنسبة لي مستحيل انه يكون موجود يعني الاحترام هنا نحن يعني احنا دايما منحزين للنادي الاهلي والفريق النادي الاهلي والانتصارات الاهلي واليعني تشجيع والتحفيز وا 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 لكن الاحترام للجميع ده الاساس عندنا يعني ونادرا ما هتلقوني هنرد الا ما تلقوا حاجة بقى فعلا تستحق الرد هذه هي كتيبة النادي الاهلي والاستعداد على قدم وصاق مفيش حتى الاهلي على السوشيال ميديا الجماير سيكتت يعني خلاص دلوقتي بدأت تتكلم على السوبر الافرو الاساوي خاصة لما بتلعب مع فريق محترم زي نادي الاين الامراطي طبعا تعرفين انه الاين برضو لنا حتة كبيرة فيه وهو ابننا يحيى نادر الشريف وقلت لكم نادر الشريف ده صديق العمر من اول ابتداء او بالتحديد من تلت ابتداء حشان ما بقاش كداب يعني فصداقة بالتمتد اكتر من كام اكتر من خمسين سنة يعني ربنا يدمها يعني هو اقرب صديق لها في حياتي عشان انت حضراتكم تبقوا عارفين يعني فقلت لكم نادر احنا عايزين نادي احيى يعمل ماتش كويس ويطلع نجم المباراة ونسقف له ونشجعه كلنا نقول الله 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 بس في النهاية نادي الاهلي يكسب يعني هو نادر اهلاوي كبير ويحيى على فكرة كمان اهلاوي يعني لكن هو نادي العين وزي ما قلت لكم العين حاجة محترمة هنا بس انا عايزك تبص على الجدية يعني حتة الجدية اللي موجودة في التمرين حتى في الدايرة رغم الارهاق اللي موجودة على العيبة لكن هو ده بقى اللي ما خلاص سمة الكرة في العالم كله يعني وخصوصا في النادي الاهلي والنادي الاهلي نادي عالمي خلاص كلنا متفقين على هذا الامر يعني لازم دايما تبص بص بص الدينية ماشي ازاي بص الجدية ماشي ازاي ويحنا متفقين انه اي جانب فني في التمرين احنا ملناش علاقة به احنا بنتكلم على شكل الفريق على اصرار الفريق على تركيز الفريق دي نقاط مهمة مش هتعرف الصغار من الكبير يعني والله لو ظروف طبيعية ممكن تلاقي ولد من الولاد الصغارين دول بيلعبه فالولاد كلهم كويسين والولاد كلهم على اعلى مستوى كولر خلاص انت كمان الفوز بيديك هتا تثقة فالرجل كمان خلاص واضح انه عنده حاجة ابروك بيتو الخبط اللي حصلت له فيه الامارات اثناء الاستعداد لماتش السوبر ما بين الاهل والزمارك لكن هو كمان احيانا الخسارة بشوية كده بتعمل ربكة لكن سريعا ملحقنا يعني ادي يوسف ايمان ممنوع من التدريب على فكرة ممنوع من نزول الملعب يبدو سليم ويبدو يبدو لكن في بروتوكول فيفا لابد ان تحترمه وتقدره يعني انا بتصور انه اشرف داري هيكون داخل القيمة في المباراة المقبلة انا اعتقد ان ياسر ورامي هيكمله بعد المستوى الرائع اللي ظهروا به ربنا بس يكرم ورامي يكون بحالة طيبة انا بحاوله اطرامي كده من خلال التمرين بس هتلاقيه في الجانب الثاني الجانب الآخر من الملعب يعني لكن كله كله التركيز كله الاسرار كله هم عارفين عندهم مباراة بتسوي بطولة ومباراة لا مش بطولة عادية كمان بتسوي بطولة بتسوي استمرار في بطولة كبيرة جدا وهي الانتر كونتيننت اللي هناك فيه جزء تاني وهو شغال بحلق قدم وصاق كله شغال واضي الحراس كمان عندك شناوي مصطفى شبير حمزة علاء مصطفى مخلوف لا فيه حدوتة شغالة داخل النادي الاهلي فيه خلية نحل شغالة جوه النادي الاهلي لكل يعني مش عايزي ضيع وقت يعني عارف ان التاريخ قدامه عارف انه المكسب بيجيب مكسب والانتصار بيجيب انتصار والنجاح بيجيب نجاح ووضح انه كمان مستر كولول مركز جهاز المعاون مركز مشيل يانكون مركز كابتن رمضان مركز كابتن خطيب النهاردة كان في التمرين مع كابتن محمد رمضان وبالتالي الدنيا ماشية بالطريقة دي بطريقة فكر في بكرة فكر هنشغل ازاي قد كابتن خطيب رئيس النادي كابتن رمضان المدير الرياضي ورمضان عايز يشتغل يعني رمضان عنده فكر كروي عنده فكر استثماري عنده فكر اجتماعي كمان لانه رمضان من الناس اللي بيحب زملاته سواء القدام او الموجودين فانا بتصور انه ان شاء الله المرحلة اللي جاية فيها مرحلة فكر فيها مرحلة جدية فيها مرحلة جديدة لصالح النادي الاهلي بإذن الله في كل في كل الانتجاهات بإذن الله الحقيقة اشتركوا في القناة